بعد قصف فرق الدفاع المدني في الأتارب وبعد استهداف مشفى حي السكر الوحيد والمستوصف في حي المرجى قوات النظام والطائرات الحربية والبراميل المتفجرة تستهدف المستودع الوحيد للأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الأولية لأطباء في مدينة حلب هذا المستودع كان يحوي على مستهلكات وأدوية وأسعافات أولية لأطباء وسيرات الإسعاف للمنظومة الإسعافية في مدرية الصحة بمدينة حلب قامت طائرات النظام والبرامين المتفجرة بقصفه بعدة غارات حربية ومن ثم ألغام بحرية دمرت المستودع بشكل كامل قوات النظام ليس فقط تقتل المدني في مدينة حلب بل تقتل وتضرب البناء التحتية بشكل كامل يوم أمس قصفت محطة المياه وقصفت المستوصف في حياء المرجع وقبل أيام قصفت مقار لدفاع المدني وقصفت أيضا مشفى القدس الوحيد في حياء السكر الذي يحوي الجرحى والمصابين تم استهداف المستودع من قبل الطيران دمر المستودع في الكامل مبقى منه شيء أو يعني مستحيل الاستخراج أي شيء لأنه كله صار تحت الأنقاض ما أنه استهدافنا هالأسبوع السيارتين تضرروا بالقصف الثاني اللي كان نحن لما بيروح السيارة بدأت أخلي المصابين الطيران عاب يساوي الدورة بالجو بيستهدف نفس المكان لإصابة أكبر عدد إن كان من العالم اللي عاب ترجو دلتون أنقاذ إن كان من فرق الإنقاذ الدفاع المدني إن كان من منظومات الإسعاف منظومة الإسعاف لما عاب توصل عاب يستهدف السيارات يعني هذا الهدف كان من القصف الثاني هذا المستودع مستهلكات طبية خاصة بسيارات الإسعاف تحوي أدوية إسعافية أولية يعني المصاب بس يصوب بده إنه توقف له نزيفه بدك إنه تعود له عن الدم اللي عاب يروح بدك تسبت لك صورته مثلا هاي يعني إذا حكيناها بالعامية هي عبارة عن مستهلكات طبية خاصة بالإسعافات الأولية خاصة بسيارات الإسعاف كيف ممكن تكمله هلأ بعد ما ستفركم مستودعات الأدوية تبعكم بظل نقص الأدوية بحلب والله الحاغية يعني نحن من ناشد إنه الهيئات أو المنظمات اللي عبتشوفنا هلأ إنه نحن ما بقعنا شي صفر يعني كما يشرح أحد مسؤولي منظومات الإسعاف في مدينة حلب في مديرية الصحة بحلب يناشدون جميع الأطباء ونناشد نحن بإسم هؤلاء المنظومات الإسعافية وفرق الدفاع المدني وجميع أهالي مدينة حلب نناشد جميع الأطباء المتواجدين في إدلب أو في حما أو في خارج حلب عامة أو في تركيا نناشدهم لدخول مدينة حلب وإسعاف الجرحى ليس هناك سوى طبيب أوعية واحد في مدينة حلب وليس هناك سوى طبيب أطفال واحد الأطفال يحتاجون من يداويهم والجرحى يحتاجون من يداويهم أيضا حلب بأمس الحاجة لكم الآن أيها الممرضون أيها الأطباء حلب بحاجتكم الآن المنظومات الإسعافية على كل منظومة إسعافية التوجه إلى مدينة حلب على كل فرق الدفاع المدني التوجه إلى مدينة حلب لإسعافها وإنقاذها حلب تباد حلب تحترق بكافة أنواع الأسلحة بالطيران والبراميل وصواريخ الموجهة